صباحو! ينفع عندنا بيناه في اكتوبر ولسه ما اتكلمتش عن البرسا فين الساعة اللي ببصي لها طيب هم هم ساعة فيها تاريخ تاني صباحو كورا تيك تو ينفع عندنا بيناه في اكتوبر وانا لسه ما اتكلمتش عن البرسا ينفع؟ اكيد لا عشان كده حلقة النهاردة عن البرسا وميسي وثلاث نقط من اربع مباريات وارنستو فالبيردي في الطبيعي تعادل واحد واحد ضد فالانسيا في المستايا اكيد ما تعتبرش نتيجة كارثية ولا حتى نتيجة سلبية ولكن في الواقع لما التعادل ييجي بعد تعادل مع جيرونا وبالباب وهزيمة من لجانس فغالبا في مشكلة ولو كنت اتفرجت على التسعين ديها كلها ضد فالانسيا فغالبا هتشوف ان في مشكلة لان لما مرشلونا اللي استحوزوا على الكرة بنسبة 76% يسددوا نفس عدد التسديدات اللي سددوها فالانسيا اللي استحوزوا على 24% بس يبقى اكيد في مشكلة عارف ان ده نفس البرسا اللي لسه عامل مهرجان على توتنهام فو امبلي في دور الابطال مهرجان للأسف فاتني لاني كنت متفرج على نابولي ضد ليبرفول بس مش هادة كل الناس اللي تفرجوا على الماتش اذا كانوا بيشجعوا البرسا او لأ فالمبارجي ممكن تتلخص في ثلاث كلمات The Messi Show ودي طبعا لأول ولا اخر مرة هيتحط فيها ماتش للبرسا تحت باند The Messi Show لما يبقى عندك 11 رايف في الملعب منهم الكائن ده فمن الطبيعي جدا ان يجي كده في ماتش موضو يبقى حلوة والغزالة رايقة ويقرن هو يخلصولك لوحدة وبالتالي علشان نعرف نلاقي اساس لنقاش واقعي ومنطقي لازم نشيل الحلقة دي من اخر خمس ماتشات برشونة لعبوها ولو عملنا كده هنلاقي ثلاث مشاكل اساسية اولا لازم نقول ان فيه مشكلة في الهجوم في ظل ان سوارز مش عارف يلاقي فورميته ولكن هل ده يدعو للقلق اوي؟ مش شارع عارف ان سوارز بقى له كتير اوي غايب عن الفورمة العظيمة اللي كانت من 3 اربع سنين بس داي دلوقتي بالضبط الموسم اللي فات كان مسجل ثلاث اهداف في 8 ماتشات في الدوري برضو وقالها الموسم بـ 25 هدف ولما نضيف على مشكلة سوارز ان ميسي في 8 ماتشات اللعبهم جاب 6 كور في العرضة فاكيد هنا فيه نقطة برضو عدم توفيق شوية بس طبعا عدم التوفيق ده لا يقلل من العشق اللي ما بين ميسي والقائمين والعرضة لان هو اصلا صاحب الرقم القياسي لعدد المرات اللي ضرب فيها الكورة في القائمين او العرضة في موسم واحد في الليجا سنة 2011 و2012 بـ 14 مرة وحتى من رقم ده الموسم اللي فات يعني بشكل عام فيه مشكلة هجومية بس تأثرها اقل بكتير اوي 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 من المشكلتين التانيين لان النقطة التانية طبعا هي المشكلة الدفاعية فرديا تظل ان جيرالد في كيه عامل بداية كارثية للموسم وفكرة ان فيرمايلن لسه اصلا بيلعب كرة في البارسة فدي حاجة انا مش ادار فهمها والنقطة دي بالذات بقى مش محتاجة اسأل فيها حد خدوها مني ده قاعد معانا موسم واحد بس ورقله ايه ولكن بعيد عن الفرديات فحتى جماعيا الفريق دفاعيا مش مقنع اذا كانت في استخلاص الكرة بالضغط على الخصم الارتداد السريع لمنى الهجمات المرتدة او لدفاع المنطقة ضد اي هجمة منظمة من الخصم او حتى كارثة ولو عملنا نفس المقارنة بالموسم اللي فات فالدفاع الحالي المتلقي 9 اهداف 8 مباريات وفي 10 فرق تانية في اللي جا عندها دفاع احسن منه في نفس الوقت ده الموسم اللي فات كان دخل فيهم 3 اهداف بس وال9 اهداف دول دخلوا بعد 19 مباراة يعني الجوال اللي دخلت فيك في الدور الاول كله من الموسم اللي فات دخلت فيك في اقل من نصه الموسم ده فازمة الدفاع واضحة وصريحة ومحتاجة علاج سريع بس طبعا حال المشكلة التانية مش سهلة لانه بيعتمد على المشكلة التالتة اللي هي اصلا اكبر ارنستو بالفيردي بعد اول موسم ليه في قيادة فريق بحجم البرسا كان من الطبيعي جدا نصب المحكمة لبالفيردي مع ان في الواقع يعني محكمة اي حد بيمرن برسا او الريال بتفضل منصوبة الموسم كله وزي اي مدرب فالراجل كان ليه مميزات وكان ليه عيوب بس اكبر ميزة شفناها عنده الموسم اللي فات كانت الصلابة الدفاعية كنا بنشوف البرسا في اوقات بيسيبوا الكرة والاستحواز اصلا للخصم ويدفعوا في نص ملعبهم وينجحوا في الخروج من المباراة بكل شيء طبعا فيه مانشاط الموسم اللي فات الكلام ده ما ينطبقش عليها بس عشان نكون حقنين ما ينفعش تنكر التحسن الدفاعي الكبير في البرسا بالذات في الليجا فلما اكبر ميزة دي بقى عند المدرب تختفي في بداية الموسم الجديد مش هيفضل في وشك غير العيوب زي مثلا قرار اللعبة بنفس التشكيلة اللي لسه لعبة من اربع تيام ضد توتنهم هم هم بخلاف امتيتي بس اللي غيابه كان اضطراري واول ديها راحة الواحد منهم تبقى في الديها اربعة وثمانين طب ياريتو على اقل عمل تبديل فات بي الفرقة في اي حاجة لأ انت تحس اكينه مجهز التبديلات دي من قبل الماتش وهيعملها كده كده بغض النظر عن السيناريو اللي بيحصل طبعا بقى كل ده كوم وان الفريق عنده الشلل نصفي ومايلكا راحة الشمال كوم تاني خالص هات الايباد يا ابني هات الايباد تشكيل بارسن بارح على الورق كان اربعة تلاتة تلاتة وبيتحول لاربعة اربعة اتنين في الحالة الدفاعية بارترو بوسكتز في القلب وكوتينيو وركتش على الاطراف بس طبعا بما ان الفرقة كانت مستحوزة على ستة وسبعين في المية من الكورة على مدار المباراة فمش شفناش الشكل الدفاعي ده كتير اللي شفناها كانت الاربعة تلاتة تلاتة اللي تعودنا عليها مع تحرك ميسي للمنطقة اللي هو بقاله ثلاثة اربعة سنين بيحب يلعب فيها في العمر علشان يسيب الناحة لمين صحرة لان في ذا الانطلاقات سميده اللي على استحياء يعني وحتى لما الكورة بتجيله فيا اما بيروح عامل وان تو مثلا مع راكتش والكورة بترجع لورا يا اما بتتنقل ناحية الشمال ناحية الشمال بقى اللي في الحالة الهجومية بيكون فيها يوردي ألبا وكوتينيو وارتور بيقرب عليهم وميسي كمان ساعات بيروح من العمقه هو وسوارز وفي حاجة بالوقت والكورة هناك تمركز راكتش بيكون في العمقه وساميده بيرجع ورا ويدم هو كمان عشان يسيبه الناحة لمين دي صحرة وانا مش ببالغ نهائيا لان ده معدل تمركز لعبت البارسة على مدار التسعين ديه وطبعا مش محتاج اقول حاجة بقى بديهية جدا في كورة القدم دلوقتي انك لما تكون مستحوز على الكورة وبتلعب ضد فرقة بتدفع دفاع منطقة ومتكتلة علشان تخلق المساحات ابسط الحلول انك تفتح الملعب على الجبهتين في نفس الوقت علشان لما الكورة مثلا تكون ناحية الشمال وتتحرك بسرعة ناحية اليمين تقدر تستغل المساحة اللي الدفاع سايبها على الأطراف ولما تخلي الملعب عريض قوي ناحية اليمين وناحية الشمال في نفس الوقت فكمان هيتخلق لك مساحات في العمر ولكن اللي فالفيردي يعملوه هو المعنى الفعلي للاشي قدامك تكتل؟ اه في مساحات؟ لأ طب هتعمل ايه؟ هفضل احاول اخترق التكتل من قد يق حتة اللي ما فيهاش اي مساحة مرة واثنين وثلاثة ومية لحد ما مسي يتصرف احلال ولو مش مسي يعني ممكن كوتينيوس وارز اي حد يعني غيري والعجيب في الموضوع ده بقى ان لو حل مشكلتك الدفاعية معقد وصعب شوية فالبداية على أقل في حل مشكلتك الهجومية واضح وضوح الشمس عندك حل في منطقة الغباء وحل في منطقة الواقعية الحل الغبي طبعا انك تقول لمسي العب ناحية اليمين علشان تخلق جبهة مع سيميدو زي الجبهة اللي كوتينيو خلقها مع قلبة ناحية الشمال وطبعا ده لا حل واقعي ولا فيه ضر الذكاء لان ميسي باللي هو بيعمله يلعب في المكان اللي يرياحه وانت تتعامل على الأساس ده انما الحل السهل بقى والبسيط قوي انك تنزل دمبيلي وطبعا ما قصدش بدا اللي هو عمله يعني لما قرر ينزل دمبيلي في آخر خمس دقايق نزله مكان كوتينيو ناحية الشمال برضو علشان الملعب يفضل عامل كده قصدي ان في دولن بالانسيا سايبين لك الكرة كليا وقاعدين جوه نص ملعبهم سهل قوي انك تنزله في دقيقة ستين مثلا ما كان واحد من ثلاثي الارتكاز اللي انت مش محتاجهم كلهم في ماتش زي ده فاكر الاربعة اربعة اتنين بتاع الساقل فاتت اي واي 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 بتاعتك انت محسيتش كده وانت بتتفرج انها ممكن تحليلك مشكلة مبارح يعني افترضنا ان دمبيلي نزل بدري شوية عشان ياخد شوية وقت يعني علشان يدخل في اجواء المباراكدة ويندمج بس ما كان واحد بالارتكاز اذا كان راكيتش او بوسكتس او اي حد فيهم ولعب هو ناحية اليمين فمن ناحية مش هتكشف دفاعيا ضد المرتدات لان عندك تنائي ارتكاز يأمنوك وسندوك برضو على الاستحوائز اللي انت هتفضل مكمل فيه وترمي دمبيلي بقى ناحية اليمين عالخط خالص كده عشان يعمرلك الصحرة دي شوية ده حتى نزول دمبيلي كان هيرايح سميده اللي مش هيكون مضطرة هجومية لانه يغطي المساحة دي كلها بالذات وهو بيلعب قصات تشيري تشيف اللي في اي هجب مرتدة في لحظة واحدة بتلاقي في نص ملعبك هو الكلام ده انا كنت قلتو فين قلتو فين ايواه ايواه رحتك اتطلع ومفحفحها من الملعب انجب بصراحة وبشكل عام ما بحبيش انطقة مدرب لمجرد ان انتقاده سهل اوي لان رأي العام كله ضده بس بعد مطش بالانسيا فتكتيك واختيارات وتبديلات فالفيردي بقى عليها علامة استفهام كبيرة اوي 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 وفي ظل ان كل السوشيال ميديا المتعلق بالبلاو جرانا ما بيتكلمش غير عن اقالة فالفيردي فعايز اعرف رأيك انت ايه هل يبقى ولا يرحل قولي في الكومنتس ولو عايزوا يرحل قولي مين البديل وعشان اعرف اعمل احصاء للقراء وشاركوا معاكم في حلقة بكرة فادخل على تويتر الخاص بتاعي اتنصوحي هتلاقي تويتر دي حط فيها تصويتك وفي حاجة نقصة في حاجة نقصة اه ما تلساش نوز عالداينا دي علشو تعمل سبب كابل وشترك في القناة على يوتيب وتشغل جرس تنبيهات عشو تصلك اولو منازل حلقة جديدة لايك على يوتيب شارك على فيزيبوك وفيزيبوك 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 الحلقة اللي فادخلت لها هنا كالعلاك معاكم عمر صوحي واشوفكم في الحلقة الجاية سلام ادي كده البارسة فاضل بقى الريال جايلك يا لابوتيجي